أكد رئيس جمهورية ميشيل عون أنه تم إنجاز دراسة لكافة القطاعات المنتجة من أجل تحسينها وتفعيلها مشددا على أهمية القطاع الزراعي الذي عانى من الإهمال في السابق عون وخلال استقباله وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازيز عيتر ورئيس مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية ميشيل فرام على رأس وفد من المصلحة اعتبر أنه لا يمكن القول أن الزراعة في لبنان غير منتجة زعيتر من جهته أعلن عن استعي لإنشاء مراجز حدودية في مرفأي بيروت وترابلس ومعبري المصنع والشمال من أجل تسهيل أمور المواطنين الراغبين في استيراد وتصدير السلع الزراعية عون بحث مع رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض التطورات السياسية الراهنة وأوضح معوض أنه لا بد من تضافر الجهود من أجل تشكيل حكومة منتجة تشكل مدخلا للقيام بالإصلاحات وتواجه التحديات